الحضارة المصرية تمثل الإرس الإنساني الذي بناه الأجداد ويتباهى بها الأحفاد وتعد مقصداً لكل الأجناس ليروا عظمتها المتمثلة في آثارها الباقية يحاول البعض الإتجار بهذا الإرس الذي لا يقدر بثمن لكن أجهزة وزارة الداخلية ترصد هؤلاء وتقف حارساً أميناً على التراث الإنساني فقد رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أحد الأشخاص الذي اتخذ من فيلا بالقاهرة وقراً للاحتفاظ فيه بالقطع الأثرية وتماثيل أخرى مقلدة يستخدمها في إهام المتعاملين معه أنها حقيقية بهدف الإتجار بها وكذا عملات أجنبية مقلدة وأسلحة غير مرخصة وفي اللحظة المناسبة قام رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمدهمة هذا الوقر الذي تحول إلى مغار بها كل أنواع المحظورات ونجحوا في ضبط المتحر عنه بصحبة بعض أعوانه والمتعاملين معه في الإتجار بالآثار تمهيداً لإتمام صفقة مجرمة قانوناً لبيع قطع أثرية داخل الوقر وبعد التفتيش عثر على مجموعة من التماثيل الجيرية والخشبية والحجارية ذات الشكل الفرعوني والتي يشتبه في أثاريتها منها سلاسة عشرة مثالاً حجرياً وخشبياً ذات أشكال وأحجام مختلفة وتابوت خشبي مفكك وعدد من التماثيل الحجرية وباستكمال البحث تم ضبط مئة وأربع سبائج ذهبية وكمية من الأوراق النقضية الأجنبية فئة مئة دولار مقلدة كما تم ضبط خمس قطع سلاح ناري وجهازين لاسلكي وكمية من مخادر الآيس وكمية من الأوراق والمستندات المزورة المنسوبة لجهات حكومية وضبط مبالغ مالية من عملات محلية وأبنبية الزبون بيجي لعن طريق حد عريبه أو حد ما عرفته بيبقى جايبه وبياخد تلف الفلوس اللي هو بيدفعه بيجيبهولي مجرب ما بيجيبه بيبتدى يوريله الأسوار دي بيبتدى يتواصل مع أي دكتور بره يجيبهولي بيبتدى يعمل معه بها وشرة وفي الاتجاه ذاته فقد استهدف قطاع شرطة السياحة والآثار مسكن عامل بأسيوت أكدت التحريات قيامه بالحفر خلصة بالمسكن بحثا عن الآثار حيث عسر على حفرة عميقة بداخلها أربع وخمسون قطعة أثرية تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية منها سبع التماثيل من الحجر الجيري كما تم ضبط المتهم الذي اعترف بحيازتها بقصد الإتجار فيها وتتوالى النجاحات الأمنية المحققة بفضل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم التي تمص مقدرات هذا الوطن وإرثه الإنساني والحضاري